بسم الله الرحمن الرحيم صلاة السلام على رسول الله نكمل إن شاء الله المحاضرة ثانية من Trimble Connect As Platform As Common Data Environment نحكينا آخر مرة وتكلمنا يعني كيف ندخل مشروع جديد كيف نغير معلومات المشروع وكاريتنا مشروع اللي هو Test Project اللي هو سميناه Beam Arabia Test Project 1 سميناه هذه آخر مرة اللي هي Projects Platform أو Projects Browser بمجرد ما تعملك لك على المشروع الجديد أو تكاريت المشروع الجديد سيأخذك على Project Platform طيب هنحكينا آخر مرة عن المعلومات الخاصة بالمشروع أو ما يسمى بال Project Settings تكلمنا على Project Details تكلمنا على Notifications بس ما تكلمناش على Notifications بإسهاب تكلمنا على Units Units المشروع واليوم إن شاء الله راح نتكلمنا على Sync و User Permissions بس ما تكلمناش أكيد بالتفصيل اليوم راح نتكلم على كيف تكون فريق في Trimble Connect بصفة عامة يعني بصفة خاصة بصفة عامة على هذه اليوم إن شاء الله راح نحاول نتكلم بإسهاب عن Notifications وعلى User Permissions وعلى Teams ونشوف إن شاء الله كيف نعلمكم هذا شيء أو نرويكم هذا شيء طيب احنا قلنا أول ما دخل المشروع جديد هو دخل اسم المشروع معلومات المشروع The Starting Date The Ending Date وأي شيء عنده علاقة بالمشروع ومعلومات المشروع أكيد هذه راجعة لكم أكيد دخلوها ودخلوها بحذر وقلنا إنه عنكم البوسبيليتي إنكم تغيروها من Project Details تطلع لكم Project Details وكل شيء راح تغيره وحيكون Registered or Recorded مشان ترجع له مستقبلا إن كيس حصل فيه يعني حصل فيه مثلا Checking Process أو أي شيء اليوم قلنا كيف ندخل Team اللي هو خاص بالمشروع عنا two types of adding or inviting people to the project طيب احنا غالبا إذا حبينا نقسم Project Members رح نقسمها إلى Groups أو Categories يعني عنا مثلا أو Departments عنا لسبيل المثال Architectural Department عنا Structural Department MEP Department عندك لسبيل المثال إذا حبيت توسع الدائرة تخلي مثلا Accounted Department تجد مثلا Procurement Department وإذا حبيت توسع الدائرة يعني خارج نطاق الشركة يعني Stickholders من برة إذا كنت مثلا على سبيل المثال شغال بال Integrated Project Delivery اللي هي IPD رح تكرية Group تسميه على سبيل المثال Elevator Subcontractor رح تكرية Group ثاني تسميه Curtain Wall System Subcontractor والدخل في كل Group المسؤول عن Information Exchange أو Data Exchange اللي خاصة بالمشروع توقع الله نشوف كيف نعمل أو كيف ندخل أو How to create Group ورح نشوف How to invite people to the project ورح نعطيكم أشياء مهمة جدا تخلينا نعمل Control على حركة المعلومات على Information Circulation وحتخلينا يعني More aware about All the documents All the data اللي خاصة بالمشروع زي ما شايفين رح يقسم لك أو مقسم لك Already Project Members إلى قسمين أو إلى To يعني Clear button يعني عندك New Group وعندك Invite People to the Project طيب خلينا ننوح ننفصل كلمة بكلمة يعني إذا كلمت أو عبرت صح يعني كلمة بكلمة وش معناها New Group واضح أنك هتعمل Create New Group هذي هنرجع لها بعد شوي زي ما شايفين Name اللي هو اسم المنبر مع email وأكيد الاسم رح يكون مربوط بالemail سواء ال professional email أو الemail الشخصي الemployer غالبا الشخص اللي هتبعت له invitation لازم يكون عنده لازم يكون عنده حساب حساب في Trimble Connect وإلا ما تكونش الحركة بثلاثة إلا إذا كانت أو ماشي بما يسمى بالرأس اللي هو accountable informed أو responsible هذه نحكي لها من بعد يعني في ناس مش ضروري يكون عندهم حساب في Trimble Connect لأنهم رح يكونوا بس informed ولا informed لمدة معينة لمدة أسبوع أو أسبوعين مثلا الemployer زي ما قلنا اللي هي اسم الشركة اللي شغل فيها هذا الممبر أو team member الرول غالبا في Trimble Connect عندك two roles اللي هو admin أو user admin عنده صلاحيات غير منتهية والuser عنده صلاحيات محددة وهذا بطبيعة لحل أنت إذا دخلت للمشروع people أو خلينا نقول project members أكيد مش رح تعطيهم كامل صلاحيات إنهم يكونوا admin لأنك بعد رح تصير الأخططة في الموضوع لازم تحدد شخص أو شخصين إضافة لكنت اللي هما تكون عندهم الصلاحية بالكامل مشان تكون الأمور مضبوطة يعني طيب عنا الرول عنا admin وعنا user حاليا موجود admin واحد بس ورح نعمل small demo نحط email أو نحط user نحط user ثالث رابع معناش مشكل وعندك status اللي هو active status عنا three status غالبا زي ما شايفين هنا اللي هو role status هذا يعتبر small filter يعني مرات يكون عندك في stakeholders or project members يكون عندك مثلا 50 واحد يعني كيف رح تضبطهم كيف رح تعملهم filtration هذا small filter يعني عندك يتعملهم filtration by role سواء طلع ال user أو تحب تعملهم بstatus اللي هما active or removed or activation pending active اللي هو يعني حاليا شغل على المشروع وactivation pending اللي هو مثلا ما زال ما قبلش ال invitation أو ما زال أنت ما فعلتوش أو ما زال ما فعلش الحساب على حسب يعني activation pending مازال يعني it's not active in the project project عفوا وthird option اللي هي removed ممكن team member طلع ممكن cancel ممكن أعطيت له assignment ثاني طلع من المشروع صارى مشغول على حسب filtration طيب adding team or adding people or inviting people to the project عندك طارقتين طارقتين اللي هو سواء invite people تعمل click رح يطلع لك invite others to beam arabia test project 1 يقول لك add people by email address بمجرد ما تحط email لازم تختار هل هو user or admin اللي هي سواء user or admin وتختار له group خلينا نمشي step by step لأنه لو تلاحظوا أنه الأشياء مربوطة ببعض يعني على سبيل المثال إذا أنت ما عندكش group تقدرش يعني you cannot assign or you cannot add this team member to the group يعني أنت ما عندك كل group يعني لهذه إذا مشينا نحن غالبا في ترتيبنا لل خلينا نقول للwork كان عنا الwork well well structured بصراحة راح نرتاح في الprocess ورح تكون العملية زي إذا يعني أقدرت أو أعرفت نختار الكلمة ستكون الأمور automated بلغير ما تحس يعني ستشتغل بالautomation بلغير ما تحس يعني على هذه أنا ننصح أنه الواحد يحاول يمشي بطريقة ممنهجة عشان تكون الأمور سهل عليه في ضبط الأمور طيب خلينا نعمل small demo نعمل الgroup الأول اللي هو architectural department تمام شوفوا معي أنا حكيت لكم على حركة آخر مرة لما نعمل save سيقول please provide value for the name أنا حكيت لكم عليها آخر مرة انتبهوا لهذه لأنه بعد ما تدخل الاسم مش ضروري تعمل space لأن space بالنسبال هو character غير معرف بمجرد ما تخلص الاسم أعمل save مباشرة عفوا وراح يسيف لك الgroup أو يكريت لك الuser group زي ما شايفين custom groups architectural department zero users رح ندخل الgroup الثاني أو team الثاني save نفس الشي نعمل space enter رح يشيل space يدخل architectural department structure department نعمل واحد ثاني اللي هو MEP أو مثلا من نكثر curtain warning system appointed party الأحسن خلينا نمشي بتسميات iso appointed party نعمل save نفس الشي عندك space تابهوا لهذه وخلينا اختار مثلا main contractor ممتاز اوكي طيب حاليا انا كريت الgroup يعني مجرد مثال فقط على حسب انت اكيد هتكونوا انتوا واعلم مني بحالة شركة مع مني تعاملوا في شركتكم يعني مع subcontractors مع main or subconsultants subcontractors etc مع suppliers مع fabricators مع team members اللي عندكم مع الشركة خليني نوسع الأمر أكثر ونعمل مثلا accountant department accountant department اوكي رح نقول لكم ليش accountant department لان احنا حكي لكم على user او case study شغالين فيها يعني حاليا procurement department enter تقدر تحط حتى legal department اذا حبيت اذا انت فعلا يعني متعمق كثير في موضوع building information modeling protocols تقدر حتى تدخل معك legal department في team مش نزيد خلينا نقول supplier one save supplier two three four على حسب يعني طيب انا عملت small structure للteam اللي انا شغل معهم يعني قسمتهم الى departments الى groups اتساترا 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 طيب بعد ما تخلص الخطوة الاولى هذه تمام تروح step by step دخل team members للمشروع طيب or invite people to the project طيب خلوني نفتح الايميل الايميل المفتوح مشان لما تصني نعرف اني صرت من هذا المشروع نعمل invite project or people to the project وندخل هذا team member ونعمل add group يقول لك اختار لغروب لما نعمل add group هحيطلع لك كامل groups لي انت كريتهم شوي يعني هل هذا الشخص اللي انت دخلت وعفوا عندك اللي دخلته صار active stakeholder or سميه واش تحب هل هو في architectural department او account department او legal department على حسب نخليه architectural department هل هو user or admin خليه user وتعمل invite بمجرد ما تعمل invite تعطيه شوية وقت رح يصير رح يصير عندك يدخل automatically في team or project members ويقول status active activation pending مع ان حتى واحد activation pending صار موجود عنا by default في المشروع وزي ما شايفين وصلني email يقول لك تعمل click you have been invited to join a project on Trimble connect title beam ربي يعطيك اسم المشروع لعملو لك دعو لي بس نتصير active member يقول you can also access to this project from Trimble page إذا كان ما لديك حساب لازم يكون عندك حساب أكيد يقول لك خير if you don't have TC account you can create or sign up for free here طيب دخلت الممبر الثاني وخلينا إذا ندخل الممبر الثالث ممكن ندخل مهندس عمر طيب ندخل مهندس عمر للمشروع طيب و اختار اللي هو على سبيل المثال مجرد مثال بس مهندس عمر نحط إذا حبينا admin ونعمل invite ورح توصل بطبيعة الحال invitation لمهندس عمر على اليميل ورح يصير active وخليته admin لأنه في فرق ما بين admin واليوزر يعني أنا والمهندس عمر أو هذا أو الممبر المهندس عمر عندهم نفس الصلاحية فيما يخص التحكم في common data environment طيب زي ما شايفين بلال يقول لك الـ access اللي سواه آخر مرة كان في مارتش ساعة عشرة بالليل اللي هو الحين يعني ومجرد ما يدخل المهندس عمر للمشروع رح يعمل لنا رح نشوف متى كان عنده آخر وإذا دخل بلال للمشروع رح نشوف متى كان عنده آخر access للمشروع طيب خلينا نروح لشغلة ثانية اللي هي مهمة جدا أو تكنيك ثانية عفوا to invite people to the project غالبا في template أو هذه الطريقة الكلاسيكية خلينا نقول invite people دخل الناس كذا وخلاص يعني مرات أنت ما يكونش عندك الوقت ما يكونش عندك الوقت مثلا دخل واحد واحد وكذا رح تكلف واحد يعمل لك excel sheet خلينا نفتح excel sheet رح يكون مقسم بالشكل هذا رح نبعث لكم excel sheet إذا حبي توا على chat وجربوها عندكم ثواني بس وين هذا chat رسلت لكم يا مش راضي يرسل هذا يكون عندكم هذا اللي هو خاص الشي اللي همنا نحن أنه قصد يكون موجود على سبيل المثال خليني ندخل اه ايميل ونشوف هل يبشي معي او لا طيب ونزيد ندخل هذا نسميه مثلا اه بلال وندخل مثلا بس خلي هذه على حسب انت تختار او ما تختار شو رول خلي يوزر والرول هنا نخليه يوزر نعمل سيف تمام ونشوف وش يصير معي نيجي ل نعمل في عندك ثري دوتس هذي وش معناها يعطيك اوبشنز يعني مرة تحتاج التيم عندك عندك تخلي تخلي في excel sheet لغرض ما مش عارف على حسب انت وش حيكون عندك الهدف وعندك import from excel بمجرد ما نعمل import from excel يقول وش يقول لك مرة الناس متعرف شو معناها هذي يقول لك رح وحمل هذا التامبلت اذا ما عملتوش مرة سياجة مع هذا تمبلت موجود في تمبل كنك تمام يعطيك يقول لك يعني متعرف كيف تعمل هوليك التامبلت حافظ على هذا التامبلت هذا لحد الساعة الموجود up to date ممكن يعدلوا فيه مستقبلا لحسب يعني طيب نعمل browse نروح الdesktop ونشوف وين بيم ربيا team open حالين يقول لك your file is beam proceed خلينا نشوف وش يعمل stru structural department all department حالين in process في ملاحظة مهمة جدا بس انتبهوا معي يا جماعة يقول لك يعني خلينا نستنى او نشتغل على شيء ثاني ما بين ما اجدت ال notification لأنه مرات ياخذ الوقت شوي ممكن خمس دقائق عشرة دقائق بس المهم امشي انو تعرفوا التو تكنيك سواء ندخل team members from this blue button او تروح ال import from excel فرضا اذا حبيت نعمل export لليست هذه نفس الشي بمجرد ما تنزل تتحدث الليستة خلينا نقول هتنزلك في الايميل الخطوة الاولى قلنا ندخل departments او groups او حسب تقسيم او الشركات او third parties او outsourcing companies على حسب يعني هذه اول شيء دخل groups ثاني شيء وش تعمل دخل team members or project members تمام؟ ثالث شيء you have to assign the role admin or user وبمجرد ما تعمل assignment للadmin او user صار عندك team واضح يعني او بديت تشتغل على structure الواضح للteam الخاص بالمشروع طيب شغلة مهمة جدا في trimble connect لما تخلص creation or team creation هي permission طيب انت اذا دخلت خلينا نقول خمسين member للمشروع هل هم عندهم صلاحية انهم يبصوا على كامل الفايلات اللي موجودة في cd او لا لازم انت تشتغل على الموضوع يعني كل واحد كل واحد عنده صلاحية او عنده اكسس خاص للفايل معين على سبيل المثال خلينا نروح بس ال paint ونكبر في هذه شوي احنا ارسم لكم مخطط يعني بسيط يعني بس مشان اصرح لكم الموضوع على سبيل المثال انت تي سي او trimble connect اللي هو ال admin تمام؟ هيكونوا عندك كذا department او كذا user او كذا stakeholder تمام؟ تفرضا هذا A هذا B هذا C هذا D هذا E على حسب يعني كل واحده الاكتيبيتي الخاصة به الاكسس لكل واحد فيهم مش رح يكون full اكسس لذلك انت وش تعمل؟ رح تعمل حاجة ما تسمى في الفولدر في trimble connect بالفولدر permissions او you have to work on the permissions يعني ال P او D محتاج فايل واحد بس اللي هو هذا تعطيله الاكسس على الفايل هذا يعني تقدق قرب له اياه يعني يعني لما يدخل هو على ال platform عفون او على ال common data environment رح يشوف بس فايل واحد اللي هو المشترك بينك وبينه تمام؟ يعني اي شغلة تحتاجها من عند هذا تصيبها هنا وهو اي شغلة يحتاجها من عندك يصيبها هنا ورح اتم بيناتكم حاجة تسمى synchronization اللي هي بتريمبل connect sync هذا رح نشرح لكم ياه من بعد نفس العملية هذه تتكرر مع ال user group هذا نفس الشي يتكرر مع ال user group هذا نفس الشي يتكرر مع ال user group هذا او هذا وكل ما تمت synchronization ما بينكم وما بين بعض احتصلكم notification by email على هذه انت لازم تعمل ما يسمى برنامج خاص بك تعمل synchronization manual كل ساعة كل ساعتين او فترة او الفترة الصابحية او الفترة المسائية ومشان يكون عندك ال update او التحديثات اللي قاموا بها ال all the project stakeholders خليني يقول انظن واضح لحد الساعة اذا في سؤال واقفوني رجاء وانا نعود شرح ان شاء الله طيب كيف نعمل ال user or permissions اللي خاصة بالمشروع طيب ال user permissions اول شي لازم تعمل لها customization تروح user permissions انت بعد ما كريت project team members لازم تروح تعمل permissions لل users عفوا عندك two parts اللي هو to do visibility project member invitation طيب منه الوحيد اللي عنده صلاحية اللي هو يعمل invite other people هل هو ال admin فقط او ال user او ال admin وال user انت وش تعمل you have to choose يعني you have to choose عفوا عندك two choices يعني يا اما allow all users to invite new project members ولا allow only project administrators to invite new project members انا انفضل دايما الثانية يعني خلي ال control بس عند ال project admin بش ما تصيرش فوضى يعني تمام اه لانك اذا خليت ممكن اي واحد يدخل عنده جي انت في الصباح تلقى team member اضافي تعاوى تعمله permissions من اول وجديد ورح يصير عندك شغل يعني خلي الامور مضبوطة من الاول احسن to do visibility زي ما حكيت لكم اخر مرة لانه مرات you assign or you give task member بحد عينه هل لما تعطي task مثلا البيلال او المهندس او امر هل الناس كلها تشوف هذا ال task لا حسب يعني في task خاص وفي task عام اللي لازم الناس كلها تشوفوا يعني وش يقول لك share to do visibility by default يعني to do will be visible to all users in the project لا انا احب فقط to do will be visible to the project administrators فقط ولا to do creator او الassignees اللي عملوا ال to do رح نفهمكم في ال to do هذي اللي هي حتكون اخر نقطة في الكورس اليوم ان شاء الله لانها من الاشياء فعلا اللي رح تعجبكم ورح يصير عندكم communication يعني رائع ومنظم جدا ورح تصير aware بالمشروع 100% طيب انا نخلي restricted to do visibility يعني الا لهذا اللي هو ال administrator's project admin ولا اللي عمل to do او and assignees in the project طيب اللي هو كلف بالمهمة يعني لانه اذا شيرت على سبيل مثل خليت to do او task يكون by default يعني ايميلات رهيبة و notification كثير رح توصل all project stakeholders زي خلنا يقول top management هذي مش ضرورة يتكفر عيهم بالايميلات تمام؟ هذه تابعة في permissions management طيب for notification زي ما حكينا اخر مرة انه انه you have to work on you have to manage your notification مثلا على سبيل مثل انا في ال users وش حطيت ما حطيت ولا شيء يعني انا اضفت users بس مجدتنيش notification لاني مش ما اكتفها يعني مش عامل check عليها يعني بس بمجرد مثلا ما user تقول مثلا تحب تغيرها مستقبلا تقدر تغيرها وتختار عندك possibility انت تحب مثلا تعرف من اللي يغادر المشروع ما يهمكش من اللي جه جديد تعمل user left بمجرد ما member يغادر المشروع حيطوصلك notification انه فلان من فلان غادر المشروع فرضا انت يهمك فقط مين يعني دخلته للمشروع تقدر تكتب user invited to the project وعندك اكيد digest time اللي هو تفضي من daily digest time تفضي من notification هذه معروفة يعني وعندك email notification mode project admin defines email preference for all project users يعني نفس الشي email notification نحن توصل لليوزر ويقول لك project users can customize their own email preference نفس الشي يعني يعني تقدر تعمل customization بالنسبة ال notification اذا كنت user لانه زي ما شايفين اليوزر مش رح يشوف زي ما يشوف ال admin لانه حاليا هذا الحساب admin على هذه انا نفضل يعني انكم تعملوا حتى حساب تجريبي وتروح تدخلوا يعني one by one وتشوفوا شو اللي الاشياء اللي تقدروا تعملوها بالحساب اللي هو basic او business طيب بال notification شوفنا project details طيب نرجع ال team احنا قلنا عفوا احنا ندخلوا او بعد ما ندخل groups وبعد ما ندخل users وش نعمل طيب يا جماعة شايفين شوفوا معي هم ندخلوا groups اللي اللي دخلناهم عن طريق ال excel sheet اللي هو arc زي ما شايفين active حطيت user فعلا لا user وعندك بالارك هذا يقول لك pending ليش pending لانه بالارك اصلا ما عندوش حساب تمام اصلا ما عندوش حساب ولازم حتى يعمل حساب ويعمل he has to accept the invitation زي ما تشوف زي ما تشوف اذا حبيت تعمل filter activation pending ما زال بلال بس اللي هو pending اذا حبيت تعرف مثلا اللي هو active وتشيل هذا احط لعلك active وما فيش بلال اللي هو pending تمام اتذكر هذه مثلا اذا حبيت تعمل كم من user عندك عندك تقريبا ثلاث وكم من admin عندك وشيل user عندك من شوي تعطيها شوي اتوقت بس وشوف هلعطاني notification باليميل او لا ما اليميل المرات يتأخر يعني ما تنتظرش اليميل خلينا بس في المرة على مرة اعمل اعمل refresh او اي شي وحتشوف انه ال project users دخلوا عندك في الحساب او في المشروع طيب خلصنا خلصنا team members وش نعمل ندخل على folder structure اللي سويناها اول مرة او folderات اللي دخلناها اول مرة للمشروع طيب اذا حبينا نرجع لل folder structure او data الخاصة بالمشروع عندك حاجة اسمها data بمجرد ما تعمل click احطك explorer views and releases explorer عفوا views and releases explorer هي folder structure اللي هي كامل folderات اللي عندك تمام احنا عنا photo اللي هي الماب قريتنا اللي هي خاصة بالمشروع وعنا ISO 9650 part 2 folder structure بمجرد ما نعمل click ما عندي اولا شي نحاول نعمل folder نسميه مثلا work in progress submit نعمل folder الثاني اللي هو اه shared submit مجرد مثال فقط يسمى نعمل اه published مجرد واخر واحد واخر واحد هو الاركايف او الاركايف زي ما تحبو submit تمام في الوركين بروغرس لسا بالمثال ووركين بروغرس عندي فايلة الثانية اللي هي اركيتكترال اه model اذا بالمثال وعندك model خليها احسن model submit وعندك model احديد بس فايلين وخلاص اه مشان ما نطول عليكم يعني وش عنا الثاني عنا البروكورمنت department وعنا اه نضيف شي ثاني اللي هو ملسا بالمثال صلح شيل هذا space وعمل سبمت لن نضيف واحد بس اللي هو department submit سبمت مثلا البروكورمنت رح يكون بها على سبيل المثال رح تاجملك البروكورمنت مثلا اه زي ما قلنا قبل ما قلنا الاسبايس بش راح يحتاج منك مثلا ممكن يحتاج منك بيوكيو وممكن يحتاج منك خلينا نبسطها بالشاب عملنا فولدر اللي هو هذا زي ما شايفين شفتوا كيف طلع بمجرد ما تعمل كليك على الفايل هذا خلينا في اكسبلورر من الاول اكسبلورر من الاول حيطلع لك الفولدر اللي هو الاب او الام تعمل كليك حيطلع لك الباقي تعمل واركين بروغرس يطلع لك هذا وعندك بس اذا حاب تشوف الفولدر او الفولدر structure بالكامل تعمل كليك على السهم هذا وحيطلع لك زي ما شايفين ووركين بروغرس وتشوف الفولدر structure اللي عندك لما تحب تخرج من الفولدر كذا واذا حاب تترجع مثلا الوراء مثلا تحب تترجع الفولدر structure تكليك تعمل كليك حيطلع لك يعني الباث أو الفايل باث وانت ارجع بس مجرد تعمل كليك او ترجع بالسهم هذا مثلا اذا حابت ندخل نتعمق الداخل كثير في المثال هذا زي ما شايفين نعمل كليك على شوفوا من الفوق عندكم الوركين بروغرس انا حاب أرجع الوركين بروغرس نعمل كليك حيوديك اللي شايفين بروغرس تمام وحنشوف هنا اكاونت دي بارتمين شايفين بروغرس انا نظن انها واضحة اذا في اي سؤال رجاء وقفوني طيب بعد ما عملت الفولدر ستركتر اللي خاصة بالمشروع طيب وش نعمل حاليا نعمل اليوزر برمشنز يعني الاكسز لكل لكل دي بارتمينت او لكل ستيك هولدر طيب عنا سؤال على ما عظم اوكي طيب نعمل اليوزر برمشنز لكل 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 ستيك هولدر نعم عفوا لكل ستيك هولدر طيب هذه شوية متعبة اذا كان المشروع كبير وال و و كثار يعني لانه هذا راجع خلينا نقول راجع لك انت ك على حسب كيف ترتب الموضوع من الاول اذا كان ترتيبك صح ومشي تستاب باي ستاب ما في مشكل تتأخر اسبوع وسبوعين لانه اذا تتأخرت اسبوعين وسبوع وسبوعين وشهر حتى في البرمجة خلينا نقول للفولدر سترتاح من بعد حيكون كل شي well organized حتى الانفورميشنز and الديتا اكسشينج رح تكون سموث واتقدر تتحكم فيها حتى لما تحب تعمل من بعد او تشوف الاختيفيتيز حتكون الامور مضبوطة ومنظمة عندك يعني فهمتوا عليه؟ نرجع قلنا للفولدر ستركتر ونشتغل على البرميشنز طيب انا فرضا اه وانا انا اي تي ماناجر او البيم ماناجر اوكي غالبا غالبا اه الفولدر هذا اذا حبيت تعمله البرميشن وش تعمل لازم تعمله check بمجرد ما تعمله check هتطلع لكم properties palette سماها وش تحبه يعني على على اليمين وش فيها هذه فيها اسم الفولدر وبجنبها small pen اذا حبيت تغير اسم الفولدر ودعطيه tag اذا حبيت الشغلة الثانية انه عندك اول small icon اللي هي user icon اسمها permissions احنا نرجع لها يعني الثانية عندك download اذا حبيت تحمل الفايل هذا كامل download تحطه عندك في اللابتوب عندك move to يعني ممكن تحب تحرك فولدر من مكان الى مكان وعندك delete تمام طيب خلينا نشوف three dots وش مخزن لنا يعني شوف click three dots تطلع لك c activity اللي هي نفسها هذه تمام c activity اللي هي نفسها هذه تحبو تتأكدو طيب c activity رح تشوفوها سواء من المكان هذا او شوفوها من المكان هذا واضح صح طيب نرجع للفولدر اللي هو الاول izo 9650 three dots c activity سواء تشوفها قدك من مكان هذا او شوفها من المكان هذا طيب check in and check out وهذه رح نحكي عليها بالتفصيل في الcoordination environment هذه ممتع جدا ان شاء الله تعجبكم check in check out it's communication during the collaboration work هنرجع لها وتعمل export to excel نفس الشيء وadd tag يعني add tag عندك ما تكررنا هنا تمام عفوا اللي هو ما تكررنا هنا الفوق وعندك export to excel اللي هي نفس الشيء اللي شفناها يعني حتكون عندك شوف listة الفايلات اللي عندك او listة الفولدر اللي عندك عفوا طيب هنرجع اللي هو chistory تقدر تشوف الhistory معناش history في الفايل هذا تشوف created بcreate creation date متى تكررت هذا الفايل اللي هو 16 march اللي هو الأسبوع اللي فات لما عملنا اول session و modified اليوم زي ما شايفين والpermissions شوفوا معي المكتوب لنا هنا full access default project member access طيب حاليا وش عندي عندي full access للفولدر هذا يعني معناها اي واحد يدخل رح يشوف كامل الموجود في المشروع وهذه تعطى برمشكلة با دفولت تعمل دائما تمسك الفايل الاول الفولدر اللي فيه كامل الفولدرات اللي الداخل وش تعمله تعمله شغلة بسيطة جدا جين هنا سواء اللي هو permissions أو user icon او جين هنا للقلم الصغير بجنب permissions وش تعمل click هتطلع لك small خلينا نقول small table or small tablet or small palette خلينا نقول يعطي three options اللي هما full access read only or no access ركزوا معي يا جماعة لانه هذي مهمة جدا لما تدخل للفولدر خلصت التيم دخلت كامل سويت الفولدر structure بالكامل اوكي تمام امرك تمام خلاص لازم التيم هذا تضبط وكل واحد تعطي ال access الخاص به وش تعمل click على هذا سواء تعطي الpermation من القلم الصغير هذا شوفوا لما اعمل click على القلم احتطلع لك اللي هي small palette اللي اسمها folder permissions او تعمل click على user icon بدليل انه عاملك مفتاح صغير يعني it's locked يعني عندها علاقة بالpermation يعني ال access permission خلينا نقول طيب خلينا نشوف step by step كيف يتم الموضوع ال folder permissions يقول default access for project members by default it's full access يعني اي واحد يجي يدخل للمشروع هيقدر يشوف ال account department اللي عنده legal department وهذا اكيد مش صح يعني يعني تخيلوا معي يجي sub contractor supplier مثلا او precast company يدخل يشوف مثلا الفواتير للحسابات وهذه مشكلة يعني مش صح يعني خطأ ميا بالميا وش تعمل دايمن تعمله no access دايمن 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 no access بس اذا حبي تدخل team تخلي read only وش الفرق بين full access وread only وno access يعني اذا عملتوا no access ما يقدر يشيد دخل team member على هذا الفايل بس read only يشوف يشوف شو يشوف الفايل يعني يقدر يشوف الفايل بس ما يقدر يعمل ما يقدر يعمل ولا شي في الفايل خلينا نشوف مثلا مهندس عمر خلينا نعطيه no access وندخل عمر سليم بمجرد ما ندخل عمر سليم وش نعمل يقول لي هالمهندس عمر سليم عنده full access تحب للفايل او read only or no access نحن 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 نعطيه full access نحن نعطيه full access ويقول لك apply permissions to this folder and all its sub folders ولا apply permissions to this folder only غالبا وش نعمل نعطيه read only ونعطيه apply permissions to this folder and all its sub folder نعمل save تمام هذا مهندس عمر وندخل المهندس عمر read only access apply permissions to this folder and all its folder لا لأنه رح يعطيه الـ access على الـ procurement department folders نعمل ندخل click مهندس عمر في structural team إذن هذا وش نعمله أكيد رح يكون شو رح يكون full access بس نخليه by default no access تمام ونعطي permission للمهندس عمر اللي هو بس المهندس عمر يكون عنده full access يعني by default no access بس المهندس عمر اللي هو عنده full access لهذا apply permissions to all folders and all its sub folders يعني لو بس يدخل المهندس عمر رح يشوف أنه صار عنده access بس للفايل هذا لما يدخل يعمل click أكيد رح يشوف هذا بس مش رح يشوف الباقيين رح يشوف بس working progress و رح يشوف هذا بس مش رح يشوف الثانيين نعوده من أول وجديد خلينا بس نركز على هذه لأنها مهمة جدا قلنا by default it's it's no access بس المهندس عمر it's read only access save by default always يعني not no access يعني work in progress no access read only access نعود نصلحها نخليها apply permission to this folder only ومن بعد لما ندخل لهذه الworking progress نعطيه full access ل structural زي ما شايفين عمر سليم اللي هو full access على هذا folder and sub folder لو نعمل click على هذا على سبيل المثال ونعمل permission رح نشوف بلي read only access ردوا بلكم من هذه وش معنى هذه لأنه من المفروض المهندس عمر نعطيه no access مش read only فهمتوا علي خلينا نعود نرغم الأول وجديد طيب عملنا click تمام ورحنا permissions من المفروض يكون no access المهندس عمر سليم شو read only apply permissions to this folder and all sub folders لا هذا لهذا بس بعد وش نعمل إذا جيت الarchive هالمهندس عمر عنده access أولى لأني حطيت رجاء لو الصوت يكون أعلى حاضر بش مهندس محمد خلينا نعود من الأول نحن قلنا أنه بالنسبة رح يكون شو رح يكون رح يكون شو رح يكون رح قلنا read access and only save ومن بعد لما ندخل ال folder رح نشوف أنه المهندس عمر عنده only read I mean read only access بس أنا نفضل غالبا قلنا لكم في الwork فلو عنا في الشركة يعني بس حالا حسب يعني يقول كdeveloper عنا شغلين كdeveloper عن الكثير من تقريبا مئات من suppliers and subconsultants etc غالبا نعمل no access الكامل الكامل الفولدرات بس مهندس عمر خليه read access I mean read only لأنه بحسب أنها معناش حتى ولا مشروع يعني كبير أو too much suppliers ونجيل هذه على سبيل المثال read only نجيل work in progress وتخليه فقط اللي هو read only access غير لياها العالي نغير لياها full access apply permission to all folder and sub بس اللي يهم انه default access يكون no access لو بس يدخل معنا لمهندس عمر رجعني إذا موجود معنا ويشوف ال access اللي عنده ونشوف يعني مشان تكون أوضح الصورة يعني لأنه في الحال هذه مش رح تباني يعني لأني حاب نجرب مع بعض مهندس عمر معنا صح مهندس عمر مهندس عمر طيب في سؤال بالنسبة او لا إذا عندكم سؤال تفضلوا لحين يجي المهندس عمر معنا أو طيب هذه بالنسبة لل فولدر نعم سؤال سؤال تمام أوكي إذا حبيت إذا تفضلوا خلينا نعود من أول وجديد لأن نتصور أنه هذه من النقاط بصراحة الحساسة خصوصا في فولدر مرات وصارت معي هذه مرات عديدة يعني مرات وانا شغل مع التيم اللي عندي نشوف مثلا واحد من السبلاير موجود عندي في التيم في الفولدر على سبيل المثال هذه لازم نشو step by step تحب ونعدلكم ياها قولولي قولولي اوكي نعودها من الأول الجديد عادي فضلا نضيف حد ثاني أبعث لي إيميل أبعث لي إيميل وننضيف إن شاء الله إذا في حد مثلا يقدر يفتح تريمبل كونكت اللي هو الديمو إذا حاب واحد يبعث لي إيميل وعنده هو تريمبل كونكت بلاتفورم نقدر نجرب مع بعض نشوف إن شاء الله طيب واذا قلنا باي ديفولت هذا لازم يكون نو أكسس نجينا هنا وتعمل نو أكسس إذا فرضا عملت نو أكسس للمهندس عمر فرضا نو أكسس سيف وابلاي هذه الكامل الفايلات كامل فايلات وجي تعمل كليك راح تشوف باللي نو أكسس حتى عمر سليم نو أكسس بس إذا عملت على سبيل مثال هذا وعملت وعملت المهندس عمر فول أكسس تمام راح يصير مباشرة لما يفتح الفولدر راح يشوف الوركين بروغرس ما يشوف الـ cd الأول واضح واضح لأنه أنتو الـ view or الـ view permission على حسب تقسيمتكم يعني أنت حب يشوف فقط structure مش مشكلة تعطيه no access no access no access بس في structure تعطيه full access راح نجرب مع المهندس عمر ورح نضيف team invite مهندس عمر أنهو جروب الحب نحط لك فيه مهندس عمر أنه تحب نحط فيه main contractor خلينا نحط في الـ procurement department أحسن طيب user invite مهندس عمر user active طيب حطيطك في procurement department لا مجرد تجريبي فقط مهندس عمر يعني حاليا نجرب يعني طيب أنا مهندس عمر عندي حاليا الفولدر هذا نعمل احنا ندخل مهندس عمر عفوا اه اوكي مهندس عمر نعطيه ريد اكسيز عمر سليم نعطيه ريد مهندس عمر اوكي نعمل اوكي خليني بس نخلصها ومهندس عمر نروح الـ انتو ما عندكم يعني اه اه زي ما شايفين لاني خليت بس للفولدر هذا طيب خلينا نروح الـ ونعدل الـ ونضيف المهندس عمر من اول جديد نعطيه نو اكسيز او نعطيه مثلا ريد اون او نعطيه نو اكسيز خلي نو اكسيز نو اكسيز ابي اي 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 طيب خلينا ندخل على ونختار المهندس عمر سليمي انه موجود من اول خلينا نعطي المهندس عمر full access لهذا ونشوف وشي صير معنا مهندس عمر full access apply permission to this folder and all its sub folder save مش عارف مهندس عمر فاتح معنا نفس لو تفتح معنا triple connect وشوف وش يصير معك طيب هذه بالنسبة بالنسبة خلينا نقول والتيمز والفولدر and etc طيب احنا حكينا على شغلة اسمها to do حكينا على شغلة اسمها to do على سبيل مثال وهذه نحكي لها بالتفصيل من بعد في folder structure اعطوك انت permission انا معماري على سبيل المثال وعندي file خليني نعمل file اللي هو يكون معماري اي file معماري يعني مجرد يعني على سبيل المثال ناخذ هذا على سبيل المثال الاركتكتور الاركتكتور الديبارتمنت حملو سكاتش معماري خلينا نمشي بالنبسطة بالشكل حملو سكاتش معماري جتني notification افتحت انا كبير مناجر او واحد اللي عنده علاقة بال مثلا اللي عندي صاحب قرار بالنسبة للتخطيط نعمل click ونشوف سواء كان AutoCAD سواء كان IFC سواء كان PDF سواء كان JPEG التريمبل كناكت عنده viewer لي تقدر تشوف بهم كامل هذه الاشياء طيب هذا المخطط رح يكون عندك viewer integrated في التريمبل كناكت طيب احنا نراويكم شغلة بسيطة فقط لان هذا view رح نعمل نحصص له عفوا نحص خاصة بها فرضا انا شفت شي مش يعني صح في المخطط مجرد مثال ولا شوية تعبان بتاعت ال بتاعت ال drawings فرضا قلت له cancel لي هذه وين bicycles garage وش نعمل رح الشيء اسمه to do طيب او task create task نجينا هنا وش نعمل rectangle تمام نجينا هنا rectangle ونعمل ملاحظة اللي هي على سبيل المثال نكتبل اياها مثلا اه اوكي هين نكبر في هذه اعود text ناول جديد اه نكتبل الرجاء الغاء مجرد مجرد مثال الدراجات الرجاء يلغاء جاراج الدراجات طيب خلصتنا الملاحظة هذه على المخطط وش نعمل نعمل حاجة تسمى to do اللي هي هذه to do بمجرد ما نعمل click to do هتطلع لك there is no to do طيب كيف نعمل assignment to do هذه نعمل click تطلع لي اللي هي شو هو المشكل شو هي الملاحظة شو هو التاسك اللي هتكلف به الاخ المعماري لنزلك الفايل تكتب مثلا عنوان to do اللي هو drawings or plan modification على سبيل المثال plan modification description تكتب الرجاء اي حاجة الرجاء يلغاء المستودع المستودع لعدم الحاجة يعني انت لعدم الحاجة يشن تقول لعدم الحاجة لانه كلمك وقال لك ما حشتيش بال بالمستودع بتوضع الدرجات طيب نهنا الكي point share with من تختار واحد من تيم انا عندي عمر احنا بعث الاخ عمر الناطور طبعا والpriority وش تعملها تعملها critical height normal خليها normal بس due date لازم يخلص الموضوع بكرة شو type هذا ال task هل هو comment هل هو مش معرف هل هو issue هل هو request inquiry solution clash سمعوني مليح clash لانه عندنا مبعد نقدر نعمل وستمتع بالموضوع او ريمارك انا هل سنسميه مثلا request والتاغ وشي هو هو تاغ معماري architectural ونعمل save لو يفتح مهندس عمر ايميله هل سيشوف باللي وصله task اللي هو لازم يغير لازم يغير المخطط هذا يوش يعملو لازم يروح يغير المخطط يعملو من الاول وجديد طيب الشغلة الجميلة جدا انه virtually trimble connect يعمل نسخة من الفايل الاصلي هو حاليا انا مغيرتش الفايل الاصلي لو نروح نفتح هذا من اول وجديد عفوا لازم تنتبه لها الشغلة هذه بعد الشيء الجميل انه يعمل نسخة رقمية منه ما يغير في original file يعمل لك نسخة رقمية منه اللي هي مربوطة بالtodo فقط زي ما شايفين هذا original file زي ما هو بعد وهذا اللي حاطت فيها أنا todo شايفين على سبيل المثال اذا حبيت مثلا اضيف شخص ثاني للtodo او عفوا دقيقة بس حبيت نضيف شخص ثاني للtodo وش نعمل modify نضيف بلال احنا نفسي مشا نشوف النوتيفيكيشن اللي توصلني save save تمام save خلينشوف هل يوصلني ايميل او لا نشوف شو اليميلات اللي يجيني على هذي انا نركز على شغلة انه cds او cd اللي راح تسهل علينا جدا حركة المعلومات او يعني بصراحة هذا بمجرد ما عطيته التاسك سيوصله ايميل عفوا automatically ورح يغير في المخطط ورح تم بينك وبينه communication يعني قادر على سبيل المثال يكتب لك comment يقول please confirm على سبيل المثال because today morning you didn't tell me على سبيل المثال يتصلك رسالة على ايميل وتصلك رسالة على tumble connect في comments يعني حيصير بينك وبينه comments وتقدر حتى ترفق تعمله attachment تقدر تعمله attachment تقدر تعمله link للفايل او شايف انت معماريا او هندسيا مش صح تقدر تعمله link للكود من الانترنت او شغلة شفتها في الانترنت تكتب له تعمله copy paste للرابط على سبيل المثال حتصير ما بينك وبينه محادثة يعني داخل task بعد داخل task نفسه يعني تخلوا محادثتكم فقط في الاشيو هذا مش رعني تروح email بس notification لازم توصلك يعني وين بلال مش بلال هذا عفوا بلال الثاني خلينا شوف الجميل جدا اذا عملت click على هذا او شي يقول لك يقول hi بلال you have been assigned يعني عندك to do plan modification الرجاء الغاء المستودع لعدم الحاجة due date بكرة او اليوم عفوا و type request انت وش تعمل كيوزر تعمل view to do بمجرد ما تعمل view to do وحياخذك مباشرة على to do list زي ما شايفين تعمل clickنا هنا ورح يطلع لك to do list زي ما شايفين ها يعني ادخلت انا لل to do اوكي اوكي فهمت انا شو طالب الاستاذ طيب وش نعمل هنا نبلغ استاذي او نبلغ معلمي اني بديد في الشغل نجي نعمل modification وروح نكتبله هنا نغير status الشغل عفوا اللي هي new لا نقوله انها in progress اذا خلصتها تكتبله done اذا خلصتها انا اي وعطاك confirmation اكتبها closed واضح يعني انا ال user وصلتني to do يعني هذه to do modification او edit to do راح جيني لما يصلني انا task i am the one who was assigned تغير تعمل له in progress اكتشغل فيه اذا in progress عندك التحت منها يقول completion انت 50% شغال في الموضوع تمام يعني ستصير بينك وبينه communication بدون ما يتصل فيك ولا تتصل فيه بدون ما ترسله email ولا يرسلك email بمجرد ما تغير اي شغل هنا email راح يوصل automatically فهمتوا عليه لسبيل مثلا اذا عملت انا 50% priority من غيرهاش لانها اعملها project manager مثلا in progress خليها 60% 65 نعمل save بمجرد ما نعمل save نكتب له مثلا comment نقول له الرجاء على سبيل المثال الرجاء اعطائي المزيد من الوقت المزيد من الوقت للضرورة على سبيل المثال انا مزلت in progress وشغل معقد تعمل comment اكتبت ال comment هذا اعطائي المزيد المزيد من الوقت للضرورة تروح انت لل ايميلات حصلك ايميلات by default admin نحن نستنى شوية حصونا ايميلات اكيد ورح توصلني ايميل انه admin انه ال و ال و و ال 65% شغل و رح تشوف انه رح توصلك المعلومة من دون من دون من دون ما من دون ما تعب حالك او 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 تجري وراء شغلات لحظي عليك وقتك وتقدر تعمل export export يكون اكتر شيء في 3D تقدر تعمل export bcf وانت تقدر تشيك على bcf format وان شاء الله رح تكون عنا دروس حول bcf وال infc وال mvd بلاتفورم ثاني اسمه beam collab and beam collab zoom هحيجب ان شاء الله تقدر تفتح bcf هذا beam collaboration format في ال archicad في اي بلاتفورم يقدر decoding او يقرأ bcf وتقدر تعمله export to excel مشان تعرف شو to do list اللي عندك وبمجرد ما تغير status بتاع to do رح تشوف status in progress priority normal due date and assigne طيب مثلا عندك الاف to do وش تعمل انت تحب تشوف انه لي تم مثلا يقول المانجر شو سويت السبوع اللي فات اعطيني tasks اللي خلصتهم مجيد هنا تعمل done اوكي احيي عملك filtration الاشياء لم يلت لها done تمام مجيد هنا وتعمل لها export to excel وتطبعها وتحطها في التقرير وتعطيلوا اياها واكيد هو رح تكون عنده نسخة من الموضوع في التريمبل بلاتفورم تمام شو الشغلة الثانية الشغلة لا خلينا نشوف الايميل الثاني اللي هو بلال dd ونظل حتى المهندس عمر وصلت ونوتيفيكيشن حول التغيير وما التغيير وكذا بس استنى عليه شوي بس طيب اا اوكي طيب اا زي ما شايفين زي ما حكينا قلنا هذو هما التودو اوكي وعن اوش عنا الثاني تودو مهم جدا راح نزيد نتعمق فيه اكثر لما نشتغل على 3D model وصل لمهندس اوكي عند مهندس عمر وصل الايميل او 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 انا مش عارف ليش تأخر عندي بصراحة مراتي اا اا اش عارف اخر عندي بس وصل عند المهندس عمر طيب الهدف من هذا انه او كل ما تسوي شغلة ستصل لك عفوا زي ما ملاحظين اخر مرة او قبل دقائق عملنا export الاتسل شيت للتيم يقول دونلود اكسل اه عليك الاتسل خلينا نشوف التيم في الاتسل مش هدا مش هدا اكيد ايوه زي ما شايفين احشوف انه اا الامبورت status اا success success اذا كان عندك الاف التيم تقدر تعمل لهم export وتحول لهم الاتسل وتحطهم عندك في الاركايف زي ما تحب لحسب يعني انت بروسس شغل اللي عندك طيب اه انا مستغرب صراحة ليش ما وصل ل ايم ال لحد الساعة اه عجيب بس المهندس عمر وصل على كل حال اه هذا هو كيف ندخل التيم وكيف نعمل التودو التودو اعطيتكم بس هين تالي لانه لانه بصراحة في اشياء كثيرة يعني اللي هي لازم نشوفها مع بعض رح نشوفها بعد لما ندخل لم يكن عنا شغل بال اي 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 سي لما تكون عنا اه 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 اتساترا اتساترا هذه الاشياء كلها رح نشوفها رح نشوفها مع بعض سمحوا لي ثواني بس اتساترا عفوا زي ما حكينا قلنا هذا التودو رح تستعملوها كثير يعني كتيم مامبرز وتعضب من الاشياء اللي داخل في الكميونيكيشن انا يهمني انكم اعرفتوا كيف تدخلوا الـ كيف تعملوا الـ كيف تعملوا كيف تعملوا الـ وبمجرد ما تعلموا هذه تصيروا تتحكموا في ومن اللي عنده الـ على الفايل 1 2 3 على حسب يعني تودو زي ما شايفين تودو اللي هي ايه في شغلة ثانية مرات يا جماعة مرات انتوما تعملوا تودو تحبوا تشوفوا الفايل مثلا 3D تشوفوا الـ مرات التريمبل ما يستجبش للموضوع هذا في شغلة كيف تعرفوها جماعة الـ اللي هي خليني نقول كليير كاش ورح توجهكم اغلب اظن توجهكم لما تفتحوا 3D في الـ 3D Viewer في التودو لأعطانيها مهندس طيب هذا التودو ليوصل للمهندس عمر زي ما شايفين نفس الشيء اللي وصل لنا يوصله هو يقوله to assigned by you by Bilal 3D to you by Bilal 3D زي ما شايفين وهذه اللي وصل مهندس عمر يعني حبيت نقولكم انه الـ notification رح تكون by default يعني رح تصلكم رح تسهل عليكم communication method و process و إذا عندكم أي سؤال أنا حاضر أنا أظن أنه خلصنا لهذه الليلة إذا في سؤال أو شي تفضلوا أنا جاهز حاضر السلام عليكم ورحمة الله كيف كيف حياتي حياك الله أخوي كيف صحة حياك الله يسهدك استفد منك كثير الله يسهدك خير شكرا السمحية ومشاركي معك نعم أنا حب أن أسلم مع الشباب معي أمر والمهندس أيمن زملائي في الزيقورات حضروا معنا اليوم ما شاء الله حياكم الله جميعا حياكم الله يسهدك إذا في حدا من الأخوة عنده سؤال يعمل ريزهاند أو يكتب بالشاتل سمحت في سؤال من عند الأخ محمد صبحي الكاونت بيكم زي ما حكينا آخر مرة مهندس محمد أنه فيه free تقدر تعمله يعني يجرب وعندك لحد 10 جيجا بايت storage وعندك السمحية unlimited users تمام هذا free بس إذا حبيت تروح لل business account تدفع عسرة دولار شهريا اللي هي تكلف كمية وعشرين دولار سنويا بس في بعض مش رح تلقاها زي زي على سبيل المثال في شغلة رح نشوفها من بعد اللي هي status sharing ومش رح تشوف مش تقدر تشوف ال properties او ال classification بتاع ال IFC رح نشوفها مع بعض بس يمشيك يعني كبداية مشيك يعني 120 دولار سنويا مش حاجة يعني كبيرة يعني تقدر على الأقل تعود حتى التيم اللي عندك في المكتب على كيف يتعامل بال CD كيف تتعود حتى نفسك يعني كيف تحاول تتحكم في حركة او الموجودة عندك في الشركة يعني احتمشيك يعني version number 2 اللي هي 120 دولار راح تمشيك بعد إذنك بش مهندس ممكن نصرح تقسيمات الفايلات هذه حخصص لها إن شاء الله حسن معينما أنه بش مهندس معتز تكلمنا عليها آخر في سوينا عن CD بس هذه إن شاء الله راح نتكلم لكم عليها لأنه الworking progress shared الarchive unpublished يختلف باختلاف خلينا نقول design phase يعني من design phase ال construction phase عفوا project phase عفوا من design إلى facility management بحسب ال involved departments اللي فيه ممكن حيكون عندك five working progress في نفس الوقت حيكون عندك shared واحد الarchive راح يكون واحد published ممكن ثلاثة published يعني ما تحط في رأسك بالضرورة أنها تكون زي المعادلة الرياضية one plus one it's two لا building information modeling مش قاعدة ثابتة يعني مش شي ثابت هو كنظريا okay working progress shared archive unpublished بس لما تروح عمليا وتعمل طبق هذا الشيء في الواقع يعني عمليا راح تشوف أشياء مختلفة بس الأصل هو الأصل يعني عمتوا لي بس نحكي عليها إن شاء الله لعليك بش مهندس لا أفو أخي لا أفو منس عمر ما عندك سؤال صراحة كان في عندي أسري بس من خلال الشهر راح يعني توضح لي كل شي جزاك الله خير طيب وعمر عمر نصر الله صاحبي عمر عنده سؤال ولا لا ما ما عنده عمر سؤال يا رب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته